اهلا وسهلا بكم مرة ثانية في هذا الدرس سنبدأ نضيف ريل هي السكة الحديدية اللي بنركب عليها الكاميرا بتصير الكاميرا تتحرك مع السكة الحديدية الآن أول شيء تظهر على شغلة الكاميرا تبقيتنا بتتفرج المشهد تظهر عليه مغبش السبب لو اجيت أنا على الكاميرا واخترت الكاميرا تبقيتنا وبتظهر كل شيء مغبش إلا الشخصية لأن السبب اني أنا لما اخترت الفوكس تبعها حطيته تراكينج للشخصية خلينا نضعه مانيول الآن الكاميرا بتشوف كل شيء بوضع ممتاز خليني كمان أعمل حركة بدي ألغى الروتيشن على الكاميرا أحط كل صفار صفر 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 الآن الكاميرا يعني صفار في كل شيء عمودي 100% على كل شيء ممتاز طيب ممكن أعملها الروتيشن لو عملنا الروتيشن للكاميرا عملها الروتيشن بهذا الاتجاه بس عشان بدي أضيف السك الحديه الآن بشكل عمودي كويس تمام الآن خليني أضغط على كريات اللي هو الزائد اللي هون ونيجي على سينيماتيك بدي أضيف كاميرا ريجريا ممتاز الآن لما أضيفها طلع على وجدتها صارت تظهر عندنا في العالم بسحبها لفوق بجيبها لهون شوي بدي أقربها قدر المستطع على الكاميرا بعدين ألف هاي مثلا زي هيك تمام أجيبها من هون زي هيك بدي أوصلها بالكاميرا هي تقريبا صارت متصلة بالكاميرا ليش أنا بحاول لأنه حعملها التاتش منتل الآن حوصلهم في بعض فبدي إياها تكون أكثر ما يكون دقيقة في الاتصال تمام زي هي الآن نلسة كمان خليني نكون أضغق أكثر شوي تمام الآن بضغط على الكاميرا وبيجي بضغط الرايت كليك عليها الآن كاميرا تحرك لحالها لسه خليني نضغط عليها ونيجي هون أتاتش تو أتاتش تو إيش بدي أكتب ريل وبلغها موجودة هون بضغط عليها الآن صرت لما أحرك أنا هاي طلعوا صارت تتحرك معها لما تحرك الرايل صارت تتحرك معها ممتاز طيب إيش في كوان الأشياء الحالون ممكن نستفيد منها ريل نفسها إلها بداية ونهاية هذه النقطة الصفر ونهاية النقطة واحد لاحظ هون كرينت بوزيشن ان ريل صفر لو أن حركتها لاحظ الكاميرا تتحرك من صفر لواحد صفر البداية وواحد النهاية فهي تتحرك مثل هيك ممتاز طيب ممتاز جدا دعنا نرجع هاي لورا شوي الآن بدي كمان أعمل حركة بدي الكاميرا دعنا نزل هاي شوي لتحت الكاميرا تمام نجيب هاي لهون الآن الكاميرا بتشوف قاعدة الشخصية تبقيتنا تقريبا زي هيك نطلعها لفوقه شوي هاي ظهر الشخصية طيب أنا بدي أعمل حركة بدي أطول هذا السكة تبقيتها بضغط دبل كليك على النقطة هاي ممتاز بعدين بضغط ALT على الكيبورد وبسحب لبره لاحظ أنت الآن أنا بسوي السكة بشكل أطول طيب لو حركت أنا هاي الآن هيك شوف الكاميرا بتتحرك وبتروح مع الريل ممتاز جدا جدا طيب أنا هذا الريل نفسه بدأ نزل له تحت شوي زي هيك الآن خلينا نشوف مرة ثانية ممتاز جدا جدا طيب هل أنا كويس عندي هذا الريل خلينا نشوفه من فوق ممتاز طيب أنا كمان بدي لما تتحرك هاي خلينا نضغط مرة ثانية هاي سلنحرك أحركة عادية مش من النقاط بدي الكاميرا تركز على الشخصية دعني أضغط على الكاميرا وأعمله أعمله وبدأ أحدد له أنه يطلع على الشخصية بدي أعمله 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 ممتاز جدا طب أنا أطول هاي لسه كمان دعني أضغط ALT وأروح لقدام خلينا نجرب الآن ممتاز مشهد جدا رائع تخيل أنت الكاميرا بتصور بهذا الشكل رائع جدا 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 ممتاز هاي هي تقريبا خلصنا يعني ما في اشي يعني أضيفه على الريل انت هيك عرفت كيف تركبه كيف تطوله بتقدر تغبس بكل ما تسوي بتضغط عن نقاط وبتقدر تعملها روتاشن كمان يعني تقدر تسوي دوران بزوايا مختلفة فبصير لما يتطلع كمان بصير يبعد ورجع يقرب فهذا برجع لك انت كيف تعمل الريل تبعك ولما تيج تحطها في السينيما مود وجيت انت حركتها الآن طبعا احنا مش مقدرين نشوفها لانه احنا في السينيما مود ممش مركبينها احنا لساتنا تحت على السيكونس بجميع الأحوال لان لما نركب بالسيكونس بيكون كل شي مختلف الآن خلن نرجع على الديفولد في بورد وهيك بكون خلصنا موضوع الكاميرا الريل وهذا الدرس بشوفك في الدرس اللي بعده ان شاء الله يلا فيها ملاء مع السلامة